قال ابو حسان الزيادي ضقت ضيقة بلغت فيها إلى الغاية حتى ألح علي البقال والقصاب ولم تبقى لي حيلة وذات يوم دخل علي أحد الحجاج الخرسانيين فقال أنا رجل غريب وأريد الحج ومعي عشرة ألاف درهم واحتجت إلى أن تكون معك إلى أن أقضي حجي وأرجع فقلت هاتها وخرج بعد أن وزنتها له فلما خرج فككت الخاتم وقضيت الدين الذي كان علي وقلت إذا عاد عدته عليه فلما أصبحت من الغد دخل علي الرجل الخرساني فقال إني كنت عازم على الحج ثم ورد الخبر بوفاة أبي وقد عزمت على الرجوع إلى بلدي فتأمر لي بالمال الذي أعطيتك أمس فورد علي أمر لم يرد علي مثله قط وتحيرت ثم قلت له نعم عافاك الله المال في منزلي وهو بعيد فتعود في غد لتأخذه فانصرف فبقيت متحيرا إن جحته كانت الفضيحة في الدنيا والآخرة وإن أعلمته صاح وبقيت على هذا الحال وأنا أدعو إلى أن قرب الفجر فركبت بغلتي وأنا لا أدري إلى أين أتوجه حتى عبرت بي البغل الجسر فقلت اتركها تمضي حيث شاءت إلى أن قاربت باب المأمون والدنيا بعد مظلمة فإذا فارس قد تلقاني فنظر في وجهي ثم سار وتركني ثم عاد فقال ألست بأبي حسان الزيادي قلت نعم قال أجب الأمير الحسن بن سهل فسرت معه فدخلت عليه فسلم علي وقال ما خبرك وكيف حالك ولمن قطعت عنا فاعتذرت فقال دع عنك فقد رأيتك البارحة في النوم في تخليط كثير فأخبرته بقصتي فقال لا يغمك الله يا أبا حسان قد فرج الله عنك هذه بدرة فيها مال الخراساني وهذه مثلها لك كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكن أبا معلق وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به الآفاق وكان ناسكا ورعا فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح فقال له ما معك فإني قاتلك قال فما تريد إلا دمي فشأنك والمال قال أما المال فلا ولست وريد إلا دمك قال أما إذا أبيت فذرني أصلي أربع ركعات قال صل ما بدى لك فتوضأ ثم صلى أربع ركعات وكان من دعائه في آخر سجد أن قال يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني فإذا هو بفارس أقبل بيد حربه قد وضعها بين أذني فرسه فلما بصر به اللص أقبل نحو اللص فطعنه فقتله ثم أقبل إليه فقال قم فقال من أنت بأبي أنت وأمي فقد أغاثني الله بك اليوم فقال أنا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت بدعائك فسمعت لأبواب السماء قعقعة ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب فسألت الله أن يوليني قتله قال الحسن فمن توضأ وصل أربع ركعات ودعى بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب عندما دخل موسى بن نصير أفريقيا وجدها في قحط شديد فأمر الناس بالصوم والصلاة وإصلاح ذات البين وخرج بهم إلى الصحراء ومعه سائر الحيوانات وفرق بينها وأولادها فوقع الصراخ والضجيج وقام على ذلك إلى منتصف النهار ثم صلى وخطب بالناس ولم يذكر الوليد بن عبد الملك فقيل له ألا تدعو لأمير المؤمنين فقال هذا مقام لا يدع فيه لغير الله فسقوا حتى رووا ترجمة نانسي قنقر